فهو حتى يمكن في الرواية كان الهدف من شزاء اللي أنا كنت عايزة أقوله هل ما نصبر من أجله يستحق الصبر كان هو البطل فيه قدامه وهو في علاقة تكسك فعايز صبر كبير جداً وبيرجع عيلته فعايز صبر كبير فأنا قعدت كده أتفرج على الخطين أنه فيهم يستحق الصبر هو عيلته هو حاجة شاء مقابة اسمه صلة رحم لكن شخص شريك في حياته ومش عايزة تصلح فلا ده كده علاجه اللي هو لو مش هتتصلح فيبقى مصبرش عليك فهو البطل من أخطاءهم هبقى تحمل أسية يا أخي تحمل أسية يا أخي فهو كنت فعلاً بناقش فكرة الصبر هل إحنا أي حاجة نصبر عليها لا هو الصبر يعني فيه حاجة ننفع نصبر عليها وفيه حاجة نقدر نغيرها إنما للصبر حدود إنما للصبر حدود حقيقي فهو يعني الأب والأم تفضل الواحد يصبر عليهم لغاية ما يموت حتى لو كان أبو أمه ناس مؤزية هيفضل يشيلهم أمه وأبوه هيتغيره لو شريك حياته فهو لأ في النقطة دي صحيح هو عامل البيت عاش خطر يرتاح فانو كنت بناقش النقطتين دول فكان ده دور شزا يعني الداسم بالنسبان آآ 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 ودي الجريمة اللي كانت تخص شزا اللي هي مرات البطل يوسف مرات البطل يوسف مرات البطل يوسف